أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية إمكانيات التعاون مع جمهورية الهند الصديقة في مختلف المجالات لافتا سموه إلى الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في البلدين في تقوية أواصر العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والدفع به قدما نحو أفاق أرحم جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الميك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور سيروس بنوالا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنوالا حيث أكد سموه على الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين استنادا إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة منوها سموه بالحرص المتبادل بين رجال الأعمال في البلدين على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين وأشار سموه إلى الشراكة الناجحة التي تمت بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة خلال مسارات التعامل مع جائحة فيروس كورونا في إطار الحملة الوطنية للتطعيم منوها سموه بدور المجموعة كأحد الشركات العالمية المصنعة لللقاحات وساماتها الدولية في هذا المجال من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنوالا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرص سموه على تعزيز العلاقات والتعاون بين القطاع الخاص بمملكة البحرين وجمهورية الهند ترجمة نانسي قنقر